اشتركوا في القناة صحة ولا لأ؟ صح يا سيد السيدات لما يعرف بقى ان انا مسافرة هيتأكد وقتها ان انا معرفش حاجة عن الموضوع وبعدين هيخاف بقى ويبقى الان انت هتعمل فيه بس انت غريب جدا يعني لا حس ولا خبر ومش فارق معايا ابنه ولا ايه بيتقى لي حبيبي بس انت لازم تبقى تقل منه يا بيبي مش كده كده حبيبتي بس انا عايزك تخلي بالك من الوقت ووعي وصله يا فريال عيب هو اللي راح منك قوله يا كومي والله انا عايزك تتطومن خالص بص يا بش معندسة احنا هنا في الشركة وقعين في مشكلة كبيرة جدا سببها المكالمة اللي اتصربت وزاعت وطبعا انت عارفاها اه سمعت عنها بس حيا مش مهتمة بالموضوع قوي الخط اللي تسجلت من عليه المكالمة من عندنا والمشكلة الاكبر ان الخط ده برايفت وانت فاهمة خصوصية النوعية دي من القطوط اه يا فندم انا فاهمة بس انا شغلي في المحطات ملوش اي علاقة بالخطوط انا عارف ده كويس اوي بس في اكتر من زميل دي كيشاهدوا بانك كنت متواجدة في غرفة التحكم اكتر من مرة وبدون اي اسباب وزي ما انا عارف ان انت مهندسة محطات انت كمان عارفة ان شغلك ملوش ادنى علاقة خالص بغرف التحكم مش كده ولا ايه انا مش فاهمة وحضرلك تقصد تتهمني بحاجة معينة يا بنتي يا بنتي الموضوع مش بسيط زي ما انت متصورة لأ وعشان اكون واضح وامين معاك فيه اكتر من جهة من خارج الشركة ممكن يستدعوكي في اي وقت في اليام اللي جاية يستدعوني انا ليه؟ علشان يسألوكي عن علاقتك بالموضوع يا فندم انا مقاليش اي علاقة بالموضوع وبعدين اذا كنت موجودة هناتشفوني حد مرة ولا اتنين فدا عادي انا بصبح على زميلي هل في حد شافني يبقى عمل حاجة غير كده؟ الحقيقة انا قاسف يا روبا يا بنتي واعتمد نفسك في اجازة اليام اللي جاية لحين الانتهاء من التحيين علي علي ايوا ياما مالك يا ولدي شارتك ده كيف اللي شايل حمل جبل بحال وعلى دماغه؟ مشاكل في الشغل يا امو عباي ما روحتش لحمك له يحلها لك انت مش بتقول انه جادر وقده طايلة ما يحلها لك يا ولدي ام الهم سموه حمل ايه؟ مش عشان يحمي؟ انت عارفة ولدك يا امو لا يحب يطلب من حد حاجة ولا يبقى له عندي حد مصلحة عباي اوعد كون يا ولدي زعلت بيته وغطبته عليه؟ لا يبقى التالي زعلاني عليه مالك يا ولدي فيك يا دنار مخنوق يا امو مرتاحش حاسس ان تسرعت في الجوازة دي ليه يا ولدي ليه عصيك مش كده يا امو بسي ما فيش فايدة ما بتفهمش بان فهمها يا ولدي بقولك هي يا ولدي ما يكيدش المرة الا المرة اللي زيين هتلها درة ايه؟ هتلها درة وساعتها هتفهم من اللي عدهوه من جبل ما هتقوله لها درة هشوف يا امو هشوف طب انت ما سبقش كان فيه خلاف بينك وبين الكومي يعني انت تفتك ان انا عملت كده يا بوبو ما صوتش يا جمال انا كل الحكاية بتكلم معك بفكر معك بصوت عالي الكومي مالوش عندي اي مصلحة لبخير ولا بشر في حد عمال بيستعمله عشان يوقفني مين بقى ما نعرفش هو ماشي زال حمره ومسدقه اي حد مكانه لازم يسد استنى ممكن يكون اللي عامل الفيلم ده كل ابو العزم لا دي مش طريقته اللي عمل كده حد قريب منه مش ميعا انا هقولك الحكاية دي لحد كتب عنها ولا حد يسمع بيها عشان لو حصل كانت تبقى فضيحة جمدا فضيحة لهمها فلوسه بالصد عشان كده الكومي شكله كان بيهرر الفلوس دي في الدرق ما اقول مين بقى في الناس اللي حواليه القريبين اللي عارف معادة الحكاية وعارف خط السرع كمان نحصارهم نفر نفر اكيد اكليهم حد منهم هالبقى الودي اللي اللي عليه سوال عربية عايزة تجيب لقراره وكمان في ريال المراتة الكومي اللي هي لابو اغزة تبقى وهم سلينا ايوه السيدي ايوه ما اقول تعمل حاجة زي كده وتاخد ابنها في الرجلين تعمل اكتر من كده كمان مفيش حد عرفاءة دي تحب تتعش حاجة معينة عملها لك يا قلبير مرسي يا ابويا ما تتعبش نفسك انا هطلب اي حاجة يابدي كفايا مصاريف انت من ساعة ما جيت قاعد تصرف فلوسك شي ملوي مين ايه دا ساني واحدة ابويا ايه في ايه تعالى بص شايف بص سناعة ايه باب الخروج بص بقى الصورة التانية اللي بيخرج دوت ومش في الفيديو الاول هنا يا ابن يا ابن اعم المعروف انت ليه مصر تضغط على نفسك طول الوقت بابا ارجوك ركز معايا مين بيخرج في الوقت دوت من الصلاح الاتنين بصوا البعض وخرضوا حكاية واضحة زي الشمس الحكاية واضحة في دماغك انت بس انما في ناس تانية كتير مش واضحة بالنسبة لهم الناس دول شغلتهم يدوروا على الفعل الحقيقي ويلاقوه وفرد الناس دي هات مش عاوزة ولا فرق معهم ولا في دماغهم نسكوا تايحنا ونحط ايدينا على خدنا طوبة لكم اذا اضطهدوكم وعدبوكم من اجل اسمي لان اجركم عظيم في السماوات يا ابن يا ابن حط كلام يسوع المسيح جوه قلبك وانت ترتاح وتهدك مش اهدا ولا ارتاح وانا شايف حاجة مش بصدقها الموضوع ده مش هيخلص عليك كده ايه وانت عنتك شغل كتير بكرة؟ لا والله لسه مش عارف هاشوف كده خلاص ماشي خلاص ماشي يا ربا عايزة حاجة اكلمك بكرة يلا بابابا باسمي يا ابنت اللي عايبة دخلت ابنك في الحكاية كده عندك حالة تاني؟ مفكرتش بس يعني اخر حاجة كانت تيجي على بالي انك تعمل كده وانا كنت عملت ايه؟ خدته رميته في النار هو قاعد عندهمي لحد ما صاحبك يتصرف أيها بس هيتصرف فيه ده احنا دفنينه سوا هجيب لي الكومي فلوس منين مش خصتنا يا حبيبي وبعدين طول ما هو عايز ابني هيدرب الأرض تطلع فلوس بفرد ما عصالش الكومي مش هيزيبه مش خايف الكومي يضغط بابنك عليه أكتر هيدغط عليه إزاي يعني؟ هيموته؟ الكومي قلبه خفيف مش بتاعك كلامته مش متصور أن هلقك هيدغة بصراحة؟ لو كنت شفت اللي أنا شفته من وجهة نظري كنت هتعرف هتعرف ان دي خبطة العمر اللي تقوي يقلك خبطة العمر اللي جي انت يا يا أه ولكن انت كمان ما قلاش حاجة بس خبطة زي دي على دماغ جمال هتعفرته ومش هتخليه يهدأ إلا لما يجيبها رحم جار ايه يا الولي؟ انت أنا ميتنخ ولا ايه يا حبيبي؟ شايفه ايه؟ شايف ان انا ضمنك اكتر من روحي يبقى القلق من مين بدير عليك نور هو ده اللي لازم نبايد عليه عشان ما يتهزش لك ده ولا كده يبقى صحة كده سليم يا ودي يا سليم ودي يا سليم الله ما انت صح يا او زي القرد ما انا ما بتردش علي يا ليه انا جبت الفطار هروح اتدرهولي معقول يا لولا هانا تعليك العشرة ده انا لما قالولي ما صدقتش ما تصدقش ليه ولا كنت فاكرا اني لما هسيب هنا مش هشتغل تاني ده كلام برضو لو انتي ما اشتغلتيش مين اللي يشتغل يا ليلة عموما انا جاية ليه ما بقية حاجتي وورقي ورق ايه وحاجة ايه بس ايه العبط اللي انتي فيه ده يعني عشان خلاف بسيط حصل ما بيننا تقومي تسيبينه وتمشي كده على طول حضرتك بتسمى اللي حصل بيننا خلاف غلط غلط يا ستي وانا اللي تسببتي فيه عادي بتحصل بتحصل مع اكبر الموزيعين في العالم وانتي ست العارفين بصراحة كده مش فاهمة كلامي كده معناني معناني بعتذر لك يا ليلة انا كان عليا ضغوط مصيرنا يوم نقعد مع بعض واشر حالة ومعنانه كمان ان انا بجدد لك عارتي باتفاق جديد و بالشروط اللي انتي عايزها المهم ما تسيبناش وتمشي بصراحة مش تعودة عليك كده خالص عشان مردتيش فرصة على نفسك ان انتي تعرفيني كويس امو انفكري في الكلام اللي انا قلته لك المحطة دي بدأت بيكي ولازم تستمر بيكي سالم عدده كلها يا فده ماشي طب روح انت للوقت قعد يا شيخ نوح ما لا تزعلش مني يا شيخ نوح بس انت عارف اللي حصل ده كان ممكن يعمل فينا ايه ربنا مايجي بزعلي باشا حط نفسك مكاني لما تبقى عقود مامضية منك وانت مسجون عندي هنا يبقى لازم رجلة تتجاب وجات لسامة حضرت مه مه با هو مش بعد العمر ده كله اتاخد في رجلين يا نوح يبقى كان نازمات و ايه بقى شباقى التديق والخنيه اللي علي دي ايه يعني كتناقصة العيار اللي ما بيصبش بيدوش وانا كان لازم اشد عليك كده عشان نصرف ايه نظر عني افهم افهم ايه الشهد مبروك عليك الافراج المرات ما عليش يا زين بي الختمة النهارده موش بايب ستار كفاية ما ساعدت السفير بنفسه هوا بضل الحقيقة الناس هنا بيأخذوا أجهازات خميس الجمعة علشان يسافروا بلدهم ويشوفوا أهليهم وأنا بضل الوحدي هنا زي ما سعدتك شايف قالين قوي لما بستعبل أي ضيوف أنا فاهم الوضع طبعاً لما ليلة اتصلت بي وقالت لي أنك عايز تقابلني ما خبيش عليك أنا كنت رفض أفتح الموضوع داني خصوصاً بعدنا في أي صلة اللي أعماد بالأرضية أعماد؟ اللي هو جمال يعني لما أكدت لي أن الموضوع دا مهم أو بنسبالك أنا مرافضتش طلبها وأنا تحفظ ساعة السفير اللي عرفته إن علاقتك بجمال أو عماد أيام كانت بدأت بعد اللي حصل معك في العراق أيو مضبوط قبلها الجمال كان هناك قضى حوالي سبته شهور ما حدش يعرف هو كان بيعمل إيه أو النشاط اللي كان بيمرسه بالفعل يمكن لا دا هكيد التحريات اللي بشرتها بنفسي باينتها بس اللي ما باينتهوش هو العلاقة ما بين سفير مصري بيشتغل في الخارجية بيتعرض لحادث اختطاف وما بين شخص بينفذ عملية إنقافه الشخص دا سافل خدمة من كذا سنة يعني ملوش علاقة بأي جهاز راسي طيب وهو ما حدش يعرف كان بياخد تعليماتهم من مين بالظهر ساعتك تسمي دا ايه؟ أنا أسميه إنك كتاب لي عملي جديد ساعت السفير اللي بضي زين بي زين بي لو أنت تعرضت لللي أنا تعرضتله ما كنتش فقدت تسأني الأسرة دي ولا تخطر علي بالك بعدين شخص المجهول الهوية زي مكتول ييجي وينقذني الزم أنا يفرق معي إيه؟ هو مين ولا جاي تابع إيه؟ يا بس ساعت السفير علاقتكو استمرت بعد كبه؟ يعني كنوع من رد الجميل لو محتاج مني أي فدمة ساعتك جاي هنا عايز تعرف مين جمال الجبالي وفاهم إن الإجابة عن السؤال دا عندي أنا ولو جزء صغير عشان تجمع بقية الأجزاء بعد كده مش كده؟ لعبة نطيفة بس عابي سموها لعبة الجموت لإنها خطر ومش المفروض لأي حد يجربها أنا معرفش مين هو جمال الجبالي بس إلا أعرفه ومتأكد منه إنها مش على طول الحقائق متاحة ويمكن ده أفضل الجميع إنها هتفضل كده والله يا باشا أول ما عرفت الخبر ما صدقتش لا إله إلا الله وإحنا كنا بنسمع الأمراض دي في جدودنا ولا في أهلينا بس قول إيه بقى وكله من الأكل والمية رغم يعني إن اللي زينا بنشرب أحسن شرب وبنأكل أنضف أكل لكن تقول إيه بقى الله يكون في قوم الغلابة يا باشا الحمد لله على كل حال يا كومي ونوي تعمل إيه بقى؟ هسافر رندل قاعد فترة أحسن برضو أحسن أهو هناك على الأقل متقدمين أو في علاج البلاوي السودة دي ولو إن يعني ملاش علاج لكن خير برضو خير خير مرسي يا كومي لا شكرا على واجب يا باشا لا شكرا على واجب وهو كلنا معرضين البلاوي السودة دي واحد بتجيله في صحته وتالي تجيله في ماله بس يعني المال برضو بتعود خصوص إنما الواحد بيبقى عارف حيرجعه من مين؟ وإزاي؟ وليه يخلف بيه؟ رابانا معك يا كومي تأكد على مين يا ستة الكل؟ هنعوزك من الناحية دي تتطميني خالص الواد لها في الخمسين ألف بدوعه وهج بالرمز متأكد؟ الواد جاهد هينو على القرش والبيع أبوه عشان المصلحة ما تفرق ليش أهم حاجة عنتي إن أنا مش عايزة أي قلق ولا شوشرة من أي ناحية بداري هو مش قلق هو سؤال جمال الجبالي هيدبر الدنيا إزاي؟ اللي اتاخد مش شوية ومين قالك إنه هيدبر؟ يعني كومي تسرق في المولد وهيرجع بلدهم؟ تسرق في المولد أه بس هيرجع ويخد داره تقصلي إذنى؟ زي ما في ريال بتقولك كده بالزبط هيروح ويلف وهيرجع من غير راجل وساعدها بقى هيقولك شوف لي لي خالص يخلص؟ وماذا؟ وهطب أبردت ناره وخلصتنا من القرف ده كله وسلامه علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً أهلاً شوف نوعاً قدر كفار يا راجل الله يكوفر عنا كاسيدي الشيخ نوح شريك كومي بي في عملية الله يالله طالله يجازم عند الحرام اللي فضحوه أهلاً وسهلاً ماذا في رجال مسخير حرم كومي بي؟ بنتمنى زي اللي عنده من غير ميزول عنه فرصة سعيدة يا شيخ نوح وهتبقى أسعد لو اتكررت يا فريال هنا هاي أحسن إن شاء الله أهلاً الله أكبر طبارك اللي خلاق في ما خلاق إحمد بقى يا واد بلاش خيلك أدامي قاعد مكانك ده بطلع لعب بره شوي تلعب إيه لعبت عليك نفسك انت عايز أمك تقطعني يا واد ولا إيه تعال حين تتريح فين قاعد إيه لي ملكش دعوة بالباب خالص قاعد هنا هشوف مين جمال سليم ابني فين بابي بابي روعد شنطتك يجيب شنطته ده إيه لا سليم مش هيتحرك من هنا ولا هصوت ورم عليك الدنيا ايه واحد يفتحي بوقك انت عارفة لما بتركبني الجنونة ببخبي فاكرة ولا لأ فاكرة يا خوي فاكرة خلاص إيه دي كده فريقا لقيتلك ايه هي أول ما عرفت ان انت هتخرج براقة يعني قالتلي انها خايفة منك تاخد منها الواد أصليها بتموت فيه ما بتلمش بالليلغر وهناين في حضنها مش كده ولا مال يا اخوي انا بقولك اللي هي قالت هولي وجابت هولي كنا عشان تخبيه مني صح صح يا أخوي مش عيب لما تبسدت كبيرة ويتضحك عليك ايه الواد الصغير لجوه ده زان دولي ما طلقك وهو اللي برمطه يا حبيبي ما تقوليش حبيبي حاضر يا اخوي حاضر اللي تجوز بنتك لازم يطلقها بنتك وجوزة خطفين الواد مخبينه عندك يعني انت شركتهم شركتهم ده ايه يا اخوي انا ماليش دعوة بقولك ايه خد ابنك ومع السلام انا مش نقصة مشاكل ايوة برافو عليك خليك في نفسك يالله يا سليم تسلم بقى لأسلتك عشان مش هتشوفها تاني بايا ننات ننات او انت عرفنا الناس ما ايه نونو نونو الناس ما انا اعتمت وميسلميلي على بنتك يا يالا اعتمت يا سلام يعني انا انت خدت في الرجلين كده قوامتا وكنا نعمل ايه يعني تعمل ايه في ايه يا ماتر ما انت عارف العملاء دي كان اطلع لي فيها ايه ده غير الصرف اللي اتصرف عليها ولا انت انسيت لا ما انسيتش حاضر اللي راح منك المرة دي هبالهولك المرة الجاية يا مولانا مرة جاية ايه ما انت بتقولوا انهم وقفين له على الواحدة ما فيه حد هيقدر يشتغل مع الراجل ده تاني وملا وعرفتك كبيرة بقى اللي اتعملت معاه ايه لسه فيها كبيرة الكومي الضرب في مبلغ ابن حرمة نقلت فلوس بحلها راحت في غمضة عين اسادر يا رب لا الراجل ده مرسود كده مدر بقى مدير ايه الراجل اللي انت شغال معها ده هرهم ليه مولانا نصبنا وعرف اللي عملها عرفه طليق مراته الراجل بتاع الكنيسة اسمه الله عليك طم انت متابع هو طم بش يمكن يكون الراجل ده هو اللي عملها مع انا احنا كمان مدام عاش يكون بيا كده وبيطر الغرام تسدق لا صحيح سيب لنا الحكاية دي وانا حاجب لك قرارها اللي في الخير يقدم ربنا يا باشا ما ينفعش ما يبعاش الراجل نام في بيتي وانا بضربه في ظهره بصراحة معاك حق انا رأيت روحت وقوله ان انت اللي سرقت فلوسك كومي ولا بسببك برضو خطفوا ابنه ساعتها هيحترمك قوي حتكبر في نظره ساعتك بتتريع بدلا ما تشوف لي حل اللي انا فيه انا كده مورعط الراجل هو انت نسيت نفسك ولا ايه لو حابب تفتح على نفسك قوي كده نفتح لك احنا وانت فاهم سليمو ايوا با لا حمدله على سلامة سليم يا جمان الله يسلمك علي هناخد سليمي رايح في مورة ليه ما قلتليش اللي حصل يا جمان مانا فيه حاجات كتير ما قلتلكش مش معنى دي يعني اللي فرقت معاك لدرجة انه واحد زي بوب وتعرفه وانا لا ده انت حتى ما قلتليش انك قاعد عنده ومستغر بليه انه قاعد عنده هو احنا ليه بنبعد عن بعض يا جمال ياه لسه فاكر تسأل السؤال ده مانا ما قلتلك فاكر نرجع سهو زي زمان عيد حساباتك عشان ملقش كل واحد فينا في سكة ويحسب الموضوع صح عشان مستفردش بكل واحد فينا لوحده بس انت خلاص عاديك كل الكلام ده وبصراحة علينا بقتش فاهم هو انت خايف ولا راضي عن ان انت فيه ولا هما مطمين لك بسيادة ولا ايه بالصبت ياه هو انت شايفني اكتر من نفسي عشان طول عمرنا كنا كده طول عمرنا كنا براية بعض بس انت اديتني ظهرك ومش شايفني وانا لسه شايفك لدرجة كاني مش موجود خالص انت فعلا مش موجود خالص انت مش هنا علي عشان كده لما بلاقي واحد زي بابو قريب ليا من اخوي وصاحبي بتبقى اشتلهم علي فكر يا علي لسه عندك فرصة تختار لسه عندك فرصة تختار لا خوف تسأل يحسوا ان انا مهتمة بالموضوع يعني يا ربا ناس وبتقول عليك الكلام مش تعرف ان الناس دي بتقول كده ليه ممكن يبقى الموضوع كل فاتي هانا وانت هتخوفني ليه يا حاولتي قابلنا انا بس بحاول ان احنا نبقى مامنين نفسنا طب خلاص انا هحاول اسأل من بعيد كده مين اللي قال انه شافني مشي ولو جالك اي تليفون لأ او اي استدعى لازم تجيه فوض تعمل لك ايه ده اشرف انت قاد هنا وما كلمتنيش لي عشان يجي عود معاك ولا انت معاك حد معلش سكنت مشغول شوية مونة ربا ويا ترى بقى هي دي الشغل اللي واخدك مني اشرف مونة مونة وكل ما كلمك تقولي انها شغول ومش فاضي عملي مكان هنا خلو قوي انت بقى يا ترى بتقابل كل الناس هنا ولو ان زوجك يعني مش على نفسي واستاول مكان ربا ربا ايه اللي تلقى ترى والسفلة اللي انت فيها دي مراجبتك انت جننتي بقى وحياتك عندي انت لسه مشوفتش كنية مونة عايزة ايه؟ عايزك تشيل من دماغك خالص انك ممكن تعمل اي حاجة مش على مزاكية اشرف في العلاقة اللي بيني وبينك ما تسبعلي كيش انك تتعملي معي بالطريقة دي انت فاهمها الله مونة صوتك ليه قال لي صوتك خلي كل الناس تسمع ان احنا فيما بيننا علاقة اشرف كنت لي خلصك موسيقى ansasو مو校 RS الحس reception ولكن الزمززة احنا بانتعمل منحك همان pH لا يا شيخ لما انت عايشة في مضافة كلها سيببني كاد عن ضمك لي يا فريل وانت متخيلة ان انا مكنتش عارف اوصل لي ابني ولا اجيه يعني عايز ايه يا جمال والله انا مكنتش عايز حق يغربني بس بعد اللي عملتين انت وجوزي انا عايز منه بحاجة كتير اوي انت اللي بدأت وقزيت الكومي والكومي ناوي عشور ايه؟ مكنتش عايزني اخد ابني وبعده عنكو ابدك مش معتاج غير انه بعد عنك انديو بس عارفة ليه عشان ما اكبرش شارب الشر اللي بوقك وانت ايه؟ ملاك؟ الشر اللي انت بتتكلم عليه يا حبيبي ده انا اتعلمته على ايدك انت لما كنت بقعد اقولك الناس كلها بتكبر يا جمال واحنا واقفين محلك سر اتحرك يا حبيبي وانت تقولي لأ احنا حياتنا كده وعيشتنا كده واحنا كويسين اوي كده بزمتك احنا كنا كويسين كان ممكن انه بكويسين بس مع واحدة غيرك واحدة كان بتفضل سهرانة طول للليل مستنيني اخرج يوم اجستي من كلية الشرطة واحدة لما طلبت ان انا اتجاوزها كانت طايرة من فرحة قالت لكل الناس ان هي هتتجاوز الظابط واحدة لما ريكبت معي اول عربية اشترتها كانت شايفاها احلى عربية ويوم قلتلها كتابة باسمك خافت واحدة يوم ما اتضربت بالنار في عملية اتحيلت عليهم في المستشفى عشان تتبرع علي مدمها وفضل السهرانة جنب اسبوع بحاله الناس كلها كانت بتحسدني عليها لحد ما بدت تطمع وتبص وتطلب نسيت كل اللي احلمنا بيه وبصت بس اللي هي عايزها عرفت ان احنا ممكن كنا نبقى كويسين حتى لما طلبت اتطلق وفقتك بس بشرط اسليم يفضل معي عشان كنت بحاول برضو نفضل كويسين عشان كده بقولهالك يا فريال لاخر مرة فكري الف مرة قبل ما تكرريها معي لytt كده صرفت نظر عن السفر ايه يا اسمي ليه اه كده صارح بقولت ايها حصلت também وربنا ده اللي كان جوا يا كبب بس انت عارف الوقت طمع عايزي عشرين باقوا عشان يصفرني ليه يا عم؟ هجيبهم منين انا؟ طيب ونوت يعمل ايه؟ تقاليني في البلد وها ماشي لي هجيب لي توكتو وكما صاش رايا ونزل عليه اي حد يشتكل عليه توكتوك ايه يا عم؟ هزو جيب رزق وهتمشي يا كبب هتوفرق وربنا تبقى زيال كله سمع عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابن حلال يا روء ان انحقتك كنت قتسافر من غير ما تفضل حاجة بتاعتك اللي عندي حاجة اللي ايه عندك يا عم؟ فيه انت مين اصلا؟ انت عم؟ انت لسيتني ولا ايه؟ ولا عرافق انا جايلك منطرف الراجل انت عارف الوقس طب بقولك يا زميل ام لسنتك يا ده او انا فيه مصلحة خلاصة واكلمك على طول ملاصنا يا زميلي ايه حج انت بتقولي امانة ومصلحة وفي ايه يا عمان اول مرة اشوفك النهاردة انا جايلك منطرف سميلك سميلك بتاع الامن للطرف من جميل وانت خدت الابرة كلها خلاصة هابرة ايه يا عم انت جاي تهرت في الكلام ولا ايه؟ امراته خدت تعويض من الشركة وبعدين لو بعتك بها عشان تحكي في المحكي انا ما بيقولش معايا الكلام ده طب بقولك ايه؟ قول لي مين اللي مشغلك وانا اطلعك منها اخوص يا عمي مين اللي مشغلني انت هتلبسني عضية ولا ايه؟ مين يا فاروح؟ يا عمي ربنا ما حد مشغلني وانا جمال الجبال ايه؟ انت غبي؟ ده لو كان اطاق تعطيع ولا انك تجي انه امرك ليك؟ ياضي انت كده عالضيارة؟ ما قلتلك كربت منا يا سيد بديرا؟ يعني هو لو كان قطرني لحد هنا كان هيسيبنا اطلع كده عادي يعني؟ هو عرف سكتك ازاي؟ صومين اللي جابك انه هو؟ قد يخربتك انت مفوضت لك سفيرت؟ الراجل بتعب بصبوه الناس قلوه بقت مالة غشعة باشا بعد اما طلب مني فلوس زود عليها فلوس كتيرة تاني ده عندها يا لأ انت فاكر واد بن مبارح زيك يجي يمتزين انا؟ ما تسمعش كده؟ وبعدين هم خمسين الف اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال وبعدين يا باشا العربية كانت مع الكيمة مع الكيمة قوي الله ده انت بتطمع بقى يا روئة؟ لا 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 ما تسموهش ولا طمع ولا اي حاجة بس باشا الموضوع كل انا عايز عاشر بواكي تانيين وبعد كده هاكلح خالص ولو شفت وشي تاني هتضربك بالنار ومليش دية واعتبره كلبه راح ماشي اخفى دلوقتي لقد اتمتلمك بنفسي مقر امان يا باشا انت لسه واقف هور 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 يا مكر البيتك هور يا اخي هور يا استاذ يا استاذ ما يفعش كده يا استاذ يا استاذ ما يفعش كده في ايه؟ هتفهم كل حاجة كومي دلوقتي تفضل انت على مكتبك اسمع وبعدين هم خمسين ألف اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راح ايمين وراح اشمال وبعدين يا باشا يا بغربية جرت مع الكيمة مع الكيمة قوي اه انت بتطمع بقى يا روكة لا 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 من سموش هور طالله ولا ايه بس يا باشا الموضع كل انا عايز عشر بواكي تانيين وبعد كدها اطلع خالص ولو شفت وشي تاني هتضربك بالنار بدير اه بدير عرفت فلوسك فين يا كومي اه انت ايه؟ سمعت عني كلمتين وصدقتهم من غير ما تفهم جمال انا انا مش هادر يصدق بديردق اخر حد انا ممكن هدخيل انه يعمل معايا كده مش عشان فكره مخلص وامين معايا لا ان لو هو فعلا اللي عمل كده يبقى انا في كارسة اديك سمعت بنفسك كل حاجة انت عارف ده معناي يا جمال معناها ان انا مكشوف للناس كلها ومن زمان كل شغلي مع بدير وانا اللي فكر نفسي متأمن ومثبت في ورق يا ترى اكلني المين ولا المين قبل كده ابن الكلب لو كل ده ما كنتش حاسه بلعب بيكي وبلعب مش عليها كومي بحط نفسك مكاني بمال انا ما بحطش نفسي مكان حد واسيب مكاني اللي اللي هاخسر كتير زي ما حصل معاك كده معنا نزدحك عليك انا مش عارف اقولك ايه انا اسف ما تقولش حاجة بس المحامي بتاعك ده انا عارف اتصرف معا سيبهولي يا رجوك حقرار وعرف لك كل الحقيقة وعرف لك مين عراق وحبلغ لك ماشي يا كومي يا عم يا جماحي يا عم يا جماحي يا عم يا جماحي ابوس ايدك انا عملت كل انت وقتلي عليه بالحرف الواحد سيبهول نمشي بقى اخرص يا لأ بالزبنة ده هجيبلك فلوسك على ده الماليه مباش بس الناسين خمس سلاف ورمائمت جنيه والناب يا باشي انا مش وشي مرماط ولا وشي تجون يا باشي ابوس ايدك سيب نمشي بقى برس برس يا عم يا خليك يا باشي يا عم يا خليك يا باشي يا عم يا خليك يا باشي انا رجعت ابني اللي خطفتو وعرفتك فلوسك فين كده انت مديولي بحكتين افتكروا بقى كويس عشانا بابنساش حق يا جومي انا بتحت عمرك يا جمال واخر ما صح اقول هالك بس دي ببناش دور في الناس الوريبين منك